أهلا وسهلا فيكم في بنامج أحدث فرقاً معي أنا إلياس كسابري رادر حياة قابل أمل دويب من مؤسسة السديل في بيت لحم أمل شو هي هاي المؤسسة؟ مؤسسة السديل هي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية مركزها الرئيسي في مدينة بيت لحم تأسست في عام 2008 على يد فريق من المهنيين والمتميزين في المجال الصحي تسعى السديل مكرسة جميع جهودها لتحسين نوعية الحياة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة من خلال توفير خدمات الرعاية التلطيفية لهم ولعائلاتهم باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان اسم السديل جاء معبراً عن الخصوصية والاحتواء وليعكس رؤيتنا في توفير الرعاية الشاملة للمرضى وعائلاتهم والتزام المؤسسة ببناء روابط متينة ومتأصلة من جميع المجتمع المحلي ومؤسساتهم مرضى السرطان في فلسطين والأمراض المزمنة في معظم الأحيان بتشخصوا في مراحل متأخرة في مراحل متأخرة فهذه الفئة من المرضى يقدم لهم الرعاية الجسدية فقط اللي هي مكافحة المرض بواسطة الكيماوي أو بواسطة الأدوية مثل السكر والأنسولين ولكن لا يوجد عنا في فلسطين ما يسمى بالرعاية التلطفية اللي هي مجموعة الجهود اللي يقوم فيها فريق متعدد الخبرات الأخصائي النفسي الاجتماعي الممرض لتحسين جودة الحياة ولتقليل المعاناة وتخفيف الأعراض الجانبية للمرض فلذلك قمت بأنا ومجموعة من المختصين في هذا المجال على إيجاد الرعاية أو بدء بمجال الرعاية التلطفية في فلسطين الرعاية التلطفية هي الأولى مؤسسة السديل التي تعنى في الرعاية التلطفية قمنا بالعديد من الشركات مع وزارة الصحة والجامعات الفلسطينية لإدراج برنامج الرعاية التلطفية الذي يسعى لتحسين جودة حياة المريض لأن معظم مرضانا في فلسطين يشخصوا بقارب 70% من الحياة في مراحل متقدمة فبالنسبة لنا العلاج في هذه المرحلة الشفاء هو تقريبا مستحيل وصعب فلذلك تكون جودة الحياة عند هؤلاء المرضى بحاجة لتحسين من ناحية أعراض من ناحية ألام ولكن هذا التخصص غير موجود في خدمات الرعاية الصحية في فلسطين هل بتكون الحكومة تمويلكم؟ أو تمويلكم باعتمد على المساعدات؟ أخذنا عدة تمويلات منها أول شغلة له مقر مؤسسة استديل الكائن في بيت لحم تم ترميمه عن طريق الألمان الكيف دابليو بانك من أجل استخدام هذا المقر لمدة 15 سنة مجانا موجود في العيادات موجود في قاعة موجود في مكاتب الطاقم الذي يعمل في المستشفيات أو في البيت أو في المجتمع الفلسطيني التمويل الثاني الذي أخذناه من الوكالة الفرنسية كان هذا التمويل ضمن منافسة دخلنا عليها لأفكار إبداعية وتم تمويلنا لمدة سنة لتطبيق زي فكرة مشروعنا كان ناجح جداً للتطبيق الذي طبقناه في 2012 و2013 وكان فيه إقبال شديد جداً ومنا انطلقت المؤسسة في 2013 حصلت على منحة اسمها منحة المبدعين العرب هي منحة أمريكية منحة السنرجوس هذه المنحة قدمت الدعم التدريبي والتطوير القدرات لإلي كفاوندر ومؤسس لهذه الفكرة وكمان قدمت الدعم المادي لمدة سنتين قامت بتيسير المصروفات اليومية للمؤسسة بالإضافة للدعم المجتمع الذي لا يمكن إهماله من خلال التبرعات المحلية من المجتمع سواء كانت عينية أو مادية كنا نقوم عليها سواء عن طريق حملات أو عن طريق متبرعين مباشرة من أهل الخير الموجودين في المجتمع الفلسطيني شو هي رؤيتكم هون بيت لحم؟ الهدف العام لمؤسسة استديل الارتقاء وتحسين نوعية الحياة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة وعائلاتهم في فلسطين ككل نحن نعمل في بيت لحم لأن المركز الرئيسي الذي يغطي 65% من حالات السرطان هو موجود في بيت لحم مستشفى بيت جال الحكومي فإحنا على شراكة من فريق الرعاية التلطيفية بيقدم من ممرض طبيب أخصائي نفسي أخصائي اجتماعي بيقدم الخدمات داخل المستشفى بالتكامل مع الفريق اللي موجود في المستشفى أهدافنا لذلك احنا بنغطي تقريبا 65% من حالات السرطان في فلسطين ممتدة على الضفة الغربية احنا أهدافنا الاستراتيجية في مؤسستنا تقديم الرعاية التلطيفية الجسمية والنفسية والاجتماعية والرحانية بالاشتراك والاستشارات المهنية أهدافنا كمان تحسين توعية المجتمع وتثقيفة وحشد الدعم المناصرة والتشبيك والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية تشجيع التعاون الأكاديمي والبحث العلمي وبناء قاعدة بيانات في المؤسسة للوطن تمكين المؤسسة من ناحية المادية والإدارية وأيضا تشجيع التعاون الأكاديمي والبحث العلمي وبناء قاعدة بيانات هل علاج الطبي في فلسطين كويس؟ بالنسبة لنا احنا في فلسطين وخصوصا لمرضى السرطان مريض السرطان هو يغطى من الحكومة بشكل كامل المريض بتشخص بمرض السرطان جميع الأمور التشخيصية والعلاجية سواء كانت جراحة أو كيماوي أو علاج هرموني أو علاج إشعاعي جميعهم خطية من الحكومة وبيوفروا لها بشكل مجاني وبشكل كامل ولكن ضمن بشكل ممتاز جدا تقديم الخدمات الرعاية الصحية ولكن هو مريض السرطان من خلال دراسة عملناها على مستوى الوطن إن وجدت إن جودة حياة مريض السرطان هي متدنية جدا هي مقارتنا بالدول الأخرى 40% جودة حياة مريض السرطان بالمقابل هو بتلقى العلاج الشفائي ولكن وجد عنا نقص كبير كثير في الدعم اللي هو الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والكمان اللي هو التحكم بالأعراض الجانبية للمرض من ناحية ألم من ناحية تخفيف الأعراض الجانبية سواء الاستفراغ الإسهال جميع الأمور وكمان ناحية العلاج النفسي لهاي الفئة من المرضى فوجد إن هذول المرضى هما بحاجة لأشياء مكملة تكملية وكمان في النظام الصحي الموجود عندنا ما في عندنا اللي هو الزيارات المنزلية ومتابعة المرضى في البيت من ناحية الممرض أو من ناحية الأخصاء النفسي فهذا الموضوع كمان بيأدي إن المريض إن الأهل يضطروا كل ما صار مشكلة لو صغيرة مع المريض يضطر إنه يرجع ينام في المستشفى فهذا الحكي طبعا أكيد إلى أثر كبير اللي هو عبء مادي وعبء اجتماعي على المريض فبيأدي هذا الحكي إنه بصير مشاكل مادية وبضغوطات نفسية على المريض وأهل المريض لما المركز الرئيسي في الموجود في مستشفى بيت لحم هو بعيد كثير على أقصى الجنوب وأقصى الشمال فلأنه هو المركز الرئيسي أو سواء المرضى اللي بيضطروا إحنا ما عنا اللي هو العلاج الإشعاعي الراديوثرابي فهاي مشكلة كثير كبيرة إنه المركز واحد موجود هو موجود في مستشفى المطلع فهذا المركز جميع مرضانا بتحولوا من كل الضفة وغزة على هذا المركز فبيأدي إلى عبء كبير على هذا المكان وكمان عبء مادي واجتماعي وعلى المرضى وأهليهم إنه بضطر يبعد كثير عن أهله ويمشي مسافات كبيرة لحتى يتلقى علاجه أصلا مجهد لهذا المريض من ناحية جسدية وإرهاق وأعراض جانبية فهذا الإشي عبء كبير عدا عن ذلك فالنظام الصحي بيقدم جميع الإمكانيات اللي ممكن إنه تساعد مريض السرطان وفي الحالات اللي المستشفى أو النظام الصحي الفلسطيني ما بيقدمها بيحول المريض ممكن إنه يحول على المستشفيات ممكن يكون محليا أو دوليا هل هات بحافظ على قرمتهم في أيامهم الأخيرة؟ موضوع اللي هي الأيام القليلة الأخيرة من حياة المريض هو موضوع كثير كبير ومش سهل بالمرة لأنه الهدف الأساسي إنك أنت تخلي المريض بين أهله إنه يتوفى بين أهله في البيت ولكن مع الأسف بعدم وجود الرعاية التلطفية والرعاية المنزلية بتطروا الأهل إنهم يخلوا المريض ينام في المستشفى لحتى يتلقى الرعاية الصحية ولو حتى كانت بسيطة لأن الأهل ما بيقدروا يغطوها فالمريض ممكن بتوفى معظم الأحيان في المستشفى وكمان عدم وجود الأدوية اللي هي مخففة للألم وجودها بشكل قليل وشحيح جدا وأنواعها اللي ممكن تتوفر لدى المريض اللي يكون موجودة بين إيديه حتى إنه تخفف عليه وتقلل عدد الأيام اللي بنام فيهم في المستشفى هاي مشكلة مش سهلة ولا زالت مش محلولة لأن المريض بحاجة لرعاية منزلية في الأيام القليلة المتبقية من حياته هل أنتوا الوحيدين اللي بتسووا هيك في فلسطين؟ نعم المؤسسة السديل هي الأولى والوحيدة التي تقدم الرعاية التلطفية لمرضى السرطان والأمراض المزمنة إحنا بداياتنا كانت الحقيقية في تسجلنا في 2008 ولكن بدايتنا التقديم الخدمات في 2012 ولكن وزارة الصحة تبنت اللي هو إدراج برنامج الرعاية التلطفية بالشراكة مع مؤسسة السديل لدى مناهج التعليم في كلية التمريض لدى وزارة الصحة فأصبح في تبني لفكرة الرعاية التلطفية وفي اهتمام لدى المستشفى قدرنا نأثر على صناع القرار في مستشفى بيتجالة إننا إحنا بحاجة لمكان خاص لمرضى المتأخرين حتى إنما نقدر نفصلهم عن المرضى المشخصين جديد فإحنا بنستنفصلهم وبنحاول أن نجد إلهم وسائل الراحة اللي تخفف عليهم كفريق رعاية التلطفية من مؤسسة السديل شو رأيك بأهمية هاد للعائلات هون؟ هذا الإشي مهم جدا لأنه زي ما بدأ بداية الحكي لما أنا حكيت إنه 70% من الحالات بتشخصوا مراحل متأخرة فهذول الناس الشفاء هو مستحيل وعدد الأيام أو هي معدودة من أيام لشهور لممكن سنة فهذول الناس هم بحاجة لتحسين جودة حياة فالعائلة بحاجة لحدا يرافقها في هاي الفترة اللي هي بتكون صعبة جدا لتخفيف معاناة العائلة والطفل العائلة والمريض وخصوصا إذا كان هو مصدر الدخل في العائلة أو كانت الأم اللي هي مركز الرعاية للطفل فإحنا في مؤسسة السديل بنحاول نكون الحاضن أو البيت لهاي العائلة إحنا بنرافق المريض في مراحل الموت سواء كان إذا الأب أو الأم وبنحاول كمان نحتوي الأطفال اللي بيكونوا موجودين في هاي العائلة إذا توفى أبوهم بنحاول أن نجد لهم من يساعدهم في المجتمع المحلي ووفر لهم الاحتياجات الأساسية بالإضافة لتوجيههم لمراكز الدعم زي الشؤون الاجتماعية أو مؤسسات دائمة من الناحية المادية والاجتماعية بنحاول نقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي بنحاول كمان أن نبقى معهم ونشاركهم في جميع مناسباتهم أو المناسبات العامة لحتى نخفف عليهم وطقة الفقدان اللي فقدوا أو الجزء اللي من العائلة اللي انفقد عندكم مخيم الله شو بتسووا فيه إحنا بنعمل في مؤسسة السديل مخيمات صيفية هاي المخيمات الصيفية أو برامج عدة برامج ترفيهية ممكن تكون برامج دينية ممكن تكون برامج ترفيهية زي مخيمات إحنا عملنا السنة هذه مخيمين وقبل فترة قليلة خلصنا مخيم شتوي إن هذول الأطفال جبنا مجموعة من الأطفال حسب قدرة المخيم المخيم القبل جبنا 100 طفل المخيم هذا جبنا 50 طفل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي سواء حكومية أو محلية بنعمل لهم برامج ترفيهية كثير رائعة من قبل مختصين في مؤسسة السديل أو مختصين خارجيين لحتى إن هذول الأطفال نخفف عنهم الأطفال الموجودين بيكونوا ضمن مخيماتنا اللي هو الطفل المريض أخي الطفل المريض وممكن يكون يتيم مريض سرطان أو أمراض مزمنة بنقوم بدمجهم والتخفيف عليهم بعدة برامج مخيمات صيفية ممكن اشتغلنا مع الكبار على رحل دينية طلعنا قبل سنة ونوص خمسين رجل أو سيدة من مراحل متقدمة من المرض على سعودية مكة المكرمة لا يقدوا العمر لأن هذا التقوص الدينية مهمة جدا بالنسبة لهذه الناس إن هم في مراحل متقدمة من الحياة فهم بحاجة لا يعملوا تخفيف ويعملوا كمان إرضاء للأمور الدينية عندهم وقبل يومين بعثنا مجموعة كمان يؤدوا العمر برضو بنفس الطريقة وكلها جميع هاي متبرعات من المجتمع كمان في عنا إضافة لذلك الترفيه الهادف زي مثلا في عندنا مجموعة أطفال بيشاركوا بكاراتيه هذالأطفال حتى نقوي منهم الأطفال المرضى ونحسسهم بالثقة بالنفس فالعديد من البرامج اللي بنشتغل عليها لتقوية وتعزيز الثقة لدى الطفل سواء الطفل الفاقد أو الطفل المريض في العائلة هل بتقوموا بالتعليم بجانب الرعاية الصحية؟ احنا بنشتغل على عدة محاور احنا بنشتغل على أول شغلة اللي هو التدريب والتعليم في الرعاية الطلطفية وضمنها عدة شركات مع الجماعات وشركة مع وزارة الصحة من الـ 2009 لإدراج الرعاية الطلطفية ضمن المناهج التعليمية كمان بنعمل عدة ورشات عمل لرفع الوعي حول موضوع الرعاية الطلطفية كمان بنعمل شركات لعمل أبحاث تعطينا صورة عن الوضع العام لمرضى المرضى والجودة حيات هذول المرضى كمان احنا بنشتغل على توعية المجتمع سواء عن طريق المدارس أو عن طريق المراكز النسوية أو عن طريق الشركات الخاصة اللي هو بنشتغل عناشر الوعي حول أهمية العلاج وأهمية الوقاية من مرض السرطان والكشف المبكر له هل الناس في فتسطين عالدراية في أسرابي الوقاية من الأشياء مثل التدخين وبعض الأكلات؟ البيئة اللي احنا موجودين فيها حقيقة هما غير وعيين لطرق الوقاية من مرض السرطان احنا في عنا كثير مسببات لمرض السرطان زي مثلا التدخين عنا موجود بكثرة وانتشار الأرقيلة عندنا كمان الحرائق عندنا لحد الحين ممكن أن المخلفات يستخدم يحركوها أو مثلا عن طريق أنهم بيستخلصوا المنتجات زي النحاص زي الألمنيوم عن طريق حرق البلاستيك فهذا ممكن يؤدي للإذاء بالإضافة أننا احنا في ثقافة بتنتشر في مجتمعنا اللي هو الوجبات السريعة بطلوا يعتمدوا على الأكل البيت في عنا كثير مطاعم وجبات سريعة بيستعملوها ففي احنا بحاجة لرفع وعي كثير كبير بالنسبة للتغذية وكمان الكشف المؤكر ما عنا سياسات سياسات توعية بتشتغل على أو تصل لكل المجتمع لأهمية الكشف المبكر للأمراض السرطانية أو الأمراض المزمنة ممكن مريض سكري يكون معه مريض سكري لمدة خمس سنين هو مش عارف أنه معه سكري فما في عندنا الكشف المبكر بشكل هو الواسع أو بالشكل المدرك للمجتمع أو الكافي للتخفيف من وطئة الأمراض المزمنة هل بتكون بالاهتمام بالمسلمين زي المسيحيين في المجتمع؟ أكيد أكيدوا إحنا بالنسبة للخدمات التي نقدمها بنقدمها لأي واحد ممكن أن يتقدم لمؤسسة السديل في طلب تلقي الرعاية ممكن أننا إحنا نقدمها الرعاية بالإضافة أننا إحنا لما بنقدم الرعاية في مستشفى بإجالة الحكومة له المركز الرئيسي لتلقي الخدمات لجميع مرضى السرطان اللي هما مسلمين أو مسيحيين جميعهم بطلقوا الخدمة فإحنا بنقدم الخدمة لهذه الفئات من المجتمع وجميع من يطلبها من مؤسسة السديل هل برجع المرضى بعد الشفاء من السرطان عشان يتطوعوا في مؤسسة السديل؟ لدينا مجموعة من الناجين من مرضى السرطان وهذا لوجودهم أو أمراض سكري أيضا الشباب مجموعة شباب من أمراض السكري وجودهم مهم جدا جدا لأنه عندهم قدرة أن يتواصلوا مع المرضى ويقنعوهم أن تلقي العلاج والاستمرار في العلاج ممكن أن يساعدهم ويعطيهم المثال الناجح لشخص مر بتجربة وهي موجود ونجح في حياته رغم وجود الأمراض بالنسبة لي أمل أنا مريت بتجربة أني اشتغلت أنا تخرجت ممرضة من جامعة بيت لحم في الألفين اشتغلت في مستشفى المطلع بالكدس بداية عملية كانت أني أنا اشتغلت في قسم الباطني فكان تم العرض علي أني أنا بدي أشغل مع مرضى السرطان كان بداية قسم فوقتيها أنا قبلت هاي الفكرة أني أشغل مع مرضى السرطان عملت التدريبات اللازمة فهذه الفئة من الناس كنا نشتغل معهم يتشخص المريض نعطيه العلاج الكيماوي بعد فترة أنا كنت يعني بعمر 22 سنة لسه أنا بداخل على المجتمع ما عندي الوعي الكافي فكان هذول الناس اللي يجوا يأخذوا العلاج الكيماوي كانوا يتصير بينك وبينهم علاقة وتعرفهم أكثر ويعرفوك أكثر نظرا للتكرار أنهم يجوا يأخذوا جلسات العلاج سواء كل سبعين أو كل سبوع أو كل شهر فبعد ست شهور بيصير بينك وبينهم زي نوع من الرابط هذول المرضى صاروا يرجعوا إلنا بعد سنتين أو بعد ثلث سنين أو أربع سنين إن المرض رجع إلهم ففي هاي اللحظات إحنا ما صرنا ما نقدر إننا نقدم إلهم طب هذول الناس ما بنقدر نعطيهم علاج اللي هو الكيماوي أو العلاج الشافي لأنهم هذول ما رح يشفوا خلص المرض رجع إلهم انتشر في أشياء أخرى لازم تقدم إلهم الدعم النفسي الاجتماعي الدعم الجسدي من ناحية تخفيف الألم الأعراض فإحنا كنا معنا الوعي إلنا كيف أنت تتعامل معهم أو تعالجهم فمن هاي الفترة أنا طبعاً اتوجهت ل كانت بالنسبة لي معاناة كبيرة أنك أنت وتحس بالفشل أن المريض بدو يموت المريض وإنت مش كادر تعمل له إشي ففي هاي الفترة أنا قدرت أطلع عمل تدريب في مؤسسات تعنى بالرعاية التلطيفية في أمريكا عن طريق منظمة الشرق الأوسط للسرطان في أمريكا وفي قبرص فأنا شفت إن من خلال زياراتي لهذه المستشفى إن المريض في الأيام الأخيرة هو بتلقى رعاية كاملة بتعامل معه إن مع كل الأيام اللي عايشها بحسنولة جودة حياتها هذول الناس ما بيعانوا ما بتألموا في عندهم دعم نفسي دعم روحاني بيعملوا كل اللي نفسهم فيه كانت هاي الفترة صعبة جداً علي وكانت مؤلمة أني أنا مش كادر أقدم ولا إشي لمرضاي في هاي الفترة أنا تركت الشغل في المكان اللي أنا كنت أشتغل فيه فأجت الفكرة أني أنا بدي أعمل إشي لبلدي لفلسطين بغض النظر عن قدراتي هي كبيرة أني أنا فرد ولكن بلشت أدعم أجيب في الناس حوالي أقنع فيهم بفكرتي إن المريض هو بحاجة لرعاية جسدية نفسية روحانية المريض هو مهم لازم نحط أيام في الحياة مش حياة حياة في الأيام مش أيام إن الإنسان اللي بده يموت برضو هو بحاجة مين يساعده يخفف عليه يقلل معاناته ويقلل معاناته العائلة فبلشت من هنا الفكرة في 2008 وبلشت أطوع وأقدم لحالي بعدين صرنا تيم وصرنا نقدم خدمات بشكل منظم شو هي صلاتك لمريدي السرطان في المجتمع اليوم؟ طبعاً أتمنى لكل مريض سرطان بتشخص بمرض السرطان وخصوصاً إنه يكون إذا تشخص في المراحل المتقدمة إنه يتلقى العلاج الكامل يتلقى العلاج نفسي جسدي إنه ما يتألم إنه ما يعاني إنه يكون بمرافقة فريق مختص لحتى يخفف عليه هذه الرحلة ويرافق العائلة ما بعد الموت لهذا الشخص بتمنى إنه إنه كل إنسان يحاول ينتبه لحاله ويحاول يكتشف المرض في مراحل مبكرة لحتى إنه يشفى منه تماماً وما يصل للمراحل الأخيرة وإنه وصل لهذه المراحل إنه ما يعاني من الألم نهائياً ولا المعاناة من الأعراض الجانبية وإنه يكون بين الأهل ومرتاح في بيته ويقدم له الرعاية اللازمة من الفريق المتخصص شو موقعكم الإلكتروني للناس اللي بيحبوا يعرفوا أكتر موقعنا في عنا موقع على الفيسبوك وعنا موقع عن طريق إنا السديل وفي عنا موقع كمان موقع اللي هو ويبسايت www.sadwel.org شكراً أمل وشكراً لإسمعكم لبرنامج أحدث فرقاً معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك شكراً للمشاهدة شكراً لكم اشتركوا في القناة